بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي يرضى عنكم ويسعد روحكم ويرفع من قدرك ويشوفكم يا ربي بأعلى الدرجات وأعلى المراتب حبايب القلب حصتنا اليوم عنوانها كوكتيل الحموض والقواعد شو يعني كوكتيل الحموض والقواعد؟ هل هذا الإشي فعلياً موجود في الكتاب؟ الجواب لا طب شو اللي قاعد بميزك يا يوسف القاقب تشرح لنا في شغلات جديدة عن الكتاب الغاية من هاي الحصة أنه لملم كل أفكارنا للحموض والقواعد بحيث احنا ميزنا التعريفات للأرهينيوس أنه لازم يتأين في المية الحموض بينتج أج بلس والقاعدة تنتج أو أج ماينوس بس لازم أميز الحمض من خلال الصيغة أنه الحمض جزيئات متعادلة تبدأ بأتش أو تنتهي بسيو أتش والقاعدة اللي هم قواعد أرهينيوس اللي هم خلينا نضيف عليهم اللي هم إضافة عبارة عن هيدروكسيدات هيدروكسيدات المجموعتين الأولى والثانية اللي هم لينكريب مع مكسابة اللي هم ليثوا نوحو كوتش وضفنا عليها اللي هي ال-I-N-A-K-R-B تمام؟ وكمان اللي هم ال-M-G-O-H-Y-2 وال-C-A-O-H-Y-2 وال-B-A-O-H-Y-2 هذول اللي هم قواعد أرهينيوس تمام؟ بحيث احنا قلنا المطالبين فيهم المشهورين الثلاث اللي هم ليثوا نوحو كوتش وإحنا ميزنا ببرونستد لوري أنه كلمة ببروتون هي دلالة التعريف بحيث ببروتون ببرونستد والمانح حمض والمستقبل وهو قاعدة وميزنا من خلال التفاعل أن الحمض بقلقت والقاعدة بتزداد قت وعلى أساس أحددنا بعدها الأزواج المترافقة بعدها رتبنا الأفكار كاملة بحيث اقدرنا نميز الحمض والقاعدة والحمض المرافق والقاعدة المرافقة وبناء عليها اقدرنا نحكي قوة الحمض وقوة القاعدة في التفاعلات سواء كانت التأيين كل أو التفاعل المنعكس بحيث تعتمد قوة الحمض على مقدار منح للبروتون والقاعدة مقدار استقبالها للبروتون والاحتفاظ فيه وعلى أساس ميزنا الجهة التي يرجح فيها الاتزان أو يزاح فيها الاتزان باتجاه الجهة الأقل أو تجاه الجهة الأضعف كمان ميزنا بالنسبة لتصنيف المرافق من حيث الصيغة أن الحمض والقاعدة والأنفوتيري بحيث الحمض قلنا عبارة عن أنيون موجب شرطه يحتوي على أك بالإضافة لأحماض أرهينيوس تمام؟ والقاعدة فقط حكينا عبارة عن جزيئات متعادلة تحتوي على أن أك أو أيون سالب في شفياته أك أو بنتهي بسي أو أو مانس بالإضافة لقواعد أرهينيوس وحكينا هناك بعض المواد تسلك سلوك الأحماض في تفاعلات وسلوك القواعد في تفاعلات أخرى سميناها بالمواد المترددة أو الأنفوتيرية وهي إما بيكون أيون سالب يبدأ بأتش باستثناء أتش سي أو أو سالب أو أتش أو سالب أو أتش سالب والأتش تو أو هدول المواد تسلك سلوك الحموض في تفاعلاتها مع القواعد أو تسلك سلوك القواعد عند تفاعلها مع الحموض هذا هو مفهوم برونستدلوري بينما بالنسبة لمفهوم لويس قلنا لويس الملوس اعتمد على انتقال أزواج غير رابطة من الإلكترونات بين المواد أثناء التفاعل بحيث عرف الحمض على أنه مادة قادرة على استقبال زوج غير رابط من الإلكترونات أو أكثر وقلنا لازم يحتوي على فلك فارغ والقاعدة مادة قادرة على منح زوج غير رابط من الإلكترونات وهي تحتوي على أزواج غير رابطة وقلنا كانت مشكلتنا أو عقدتنا أنه كيف يا أستاذ بدي أميز أنه هذا يحتوي على فلك فارغ أو يحتوي على زوج غير رابط قلنا من خلال الصيغة بحيث الحمض هو عبارة عن أيون أحادي موجب أو المركبات المتعادلة اللي في ياتا بي أو بي إي تمام؟ هاي تسلك سلوك الأحماض لأنها تحتوي على أفلاك فارغة حسب مفهوم لوس طبعا أما القاعدة هي جميع الأيونات السالبة أي أيون سالب مهما كان أو الجزيات المتعادلة اللي فيها السنوب اللي هي تحديدا أنه O وقلنا الأو زي الـ H2O مع أنه الـ H2O تسلك سلوك الأحماض والقواعد حسب مفهوم رونس الدوري ولكن لوس اعتمدها قاعدة وهي ممكن أن تسلك سلوك الحمض معها إذا تفاعل معها قاعدة ولكن في الكتاب وردت أنه الـ H2O تسلك سلوك الغواعد وأنا بقول لك حد طبيعتها بناء على المادة اللي بتتفاعل معها تمام؟ عشان ما تشتت حالك والآن لهي أي شيء فيه N, NH3, NCL3, NF3, NI3 أي شيء فيه ياتو N ليش؟ لأنه هاي المواد تحتوي على أزواج غير رابطة من الإلكترونات بإمكانها أنها تمنحها لمادة أخرى وتسلك سلوك القواعد هذا كخلاصة أساسية لكوكتيل الحمض القواعد لسا ميته كوكتيل لأنه زي ما أنتوا شايفين خلطنا المفاهيم الثلاث ورتبنا الأفكار ولكن ظل علينا فكرة مهمة جدا أنا بالعادة بتعمد أني أحط ثلاث دوائر متداخلة مع بعض يعني أرهينيوس يكون النواة وبرونيستدلوكون الستار ولو سكون القشرة هل هذا الحكي الصحيح؟ الجواب لا هاي الثلاث قرات متداخلة عبارة عن كل اللي قبل تمام بيوكله اللي بعد يعني هس أرهينيوس عرف الحمض القاعدة وميزهم من خلال الصيغة هس برونيستدلوري أكل أرهينيوس يعني أكل أرهينيوس بلع أرهينيوس شابر أرهينيوس يعني ضاف عليه مواد جديدة بالإضافة للمواد تبعته يعني أي حمض حسب مفهوم أرهينيوس أو أي قاعدة حسب مفهوم أرهينيوس يأجباري حمض وقاعدة حسب مفهوم برونيستدلوري وسط الفكرة بس من الشرط الإشي اللي اكتشفه أو توصل له برونيستدلوري هو حمض حسب مفهوم أرهينيوس يعني برونيستدلوري فقط هدول المواد ما قدر عليهم أرهينيوس وصلت الفكرة يعني أي شيء من ضمن أرهينيس يعتبر من ضمن برونيست دلوري بس مش أي شيء من ضمن برونيست دلوري يعتبر من ضمن أرهينيس يعني ما بزبط يكون العكس صحيح نفس الشيء أستاذي أي شيء حسب مفهوم برونيست دلوري هو إجباري حسب مفهوم لويس الذي ينطبق عليه تمام بحيث اعترف فيه برونيست دلوري اعترف فيه لويس بحيث يسلك سلوك الحند أو يسلك سلوك القاعدة حسب مفهوم برونيست دلوري إذن إجباري هو يسلك سلوك الحمض أو القاعدة حسب مفهوم لويس ولكن مش شرط أي شيء حسب مفهوم لويس يعتبر حسب مفهوم برونيس دلوري لأنه هذول اللي توصل ليلهم لويس أحماض قواعد لويس لا تعتبر أحماض قواعد ضمن برونيس دلوري يعني باختصار أي حمض قاعدة حسب مفهوم أرهينيوس وحمض قاعدة حسب مفهوم برونيس دلوري بس العكس لا أي شيء كحمض قاعدة حسب مفهوم برونيس دلوري هو كحمض أو كقاعدة حسب مفهوم لويس بس العكس غير صحيح وسط الفكرة ولكن الآلية اختلفوا فيها كيف يعني الآلية اختلفوا فيها يعني ركز معي هس أنا مثلا لو أجيد أفسر السلوك الحمضي أو أفسر السلوك القاعدة للمواد يعني مثلا لو أجيد قلت لك فسر السلوك الحمضي مثلا لأتسي أل حسب مفهوم مثلا إذا بدي أفسر حسب مفهوم أرهينيوس كيف بدي أفسر حسب مفهوم أرهينيوس بكتابة معادلة تأيونها في الماء بحيث باجي بحكي هون إنه الأتسي أل يسلك سلوك الحمض حسب مفهوم أرهينيوس معادلة تأيون وتأيون كلي لأنه حمض قوي فبالتالي بدي يتفكك على شكل أيونات أتش بلس زائد سي أل ماينوس هذا التفسير العلمي الصحيح لأرهينيوس ولكن لو بدي أفسر السلوك الحمضي لأتسي أل حسب مفهوم برونيست دلوري تمام؟ مع أنه يعتبر حمض حسب مفهوم أرهينيوس ولكن كمان حمض حسب مفهوم برونيست دلوري حسب مفهوم برونيست دلوري ما بكتب معادلة تأيون في الماء بنفسره بكتابة معادلة تفاعل مع الماء أو مع أي قاعدة من شرط الماء لأنه أرهينيوس اشترط الماء ولكن برونيست دلوري من شرط الماء أي قاعدة أنت بتختارها أي مادة يمكنها إنها تسلك سلوك القواعد بحيث ينتج عندكم H3O بلس زائد سي الماينوس تمام فبحيث لما اجي انا افسر السلوك حسب مفهوم ارهينيوس انا كتبت معادلتينها في الماء ليش لانه هاي المادة ما دامها حمض تنتج ايون الهيدروجين اتش بلس عند اذابتها في الماء فعشان هيك انا اعتبرت شمالها اعتبرتها حمض حسب مفهوم ارهينيوس طب حسب مفهوم برونيوس دلوري ليش اعتبرتها حمض لانه باعتبرها مانح للبروتون اثناء التفاعل بحيث انا باعتبرها مانح للبروتون اثناء التفاعل ولكن لو انا نفس المادة وعلى نفس التفاعل بدي افسرها حسب مفهوم لويس للحمود والقواعد لما اجي افسرها حسب مفهوم لويس ممكن اكتب نفس المعادلة اجي اقول HCl زائد H2O تمام بتصير على شكل H3O بلس زائد CL ماينس تمام نفس المعادلة بس التفسير اختلف كيف التفسير اختلف هسا لويس ما قال انه HCl عبارة عن مانح للبروتون وال H2O مستقبل للبروتون لويس عكس الاية لويس قال انه H2O مانح لزوج الرابط من الالكترونات والH تحديدا شايفين الحمض هذا الH بلس في الHCl عندما تتأين في الماء يعني الH2O ما بتتفاعل مع الHCl بتتفاعل مع الH بلس ليش لانها تحتوي على افلاك فارغة والاكسجين فيات ازواج الرابطة فلذلك هنا بعتبر انه هاي المادة قاعدة وبعتبر هاي المادة حمض ليش لانه هاي المادة قاعدة فيها ازواج الرابطة مانحة للزوج الرابط بالالكترونات للH بلس في الSCl اللي بيحتوي على فلاك فارغة فلذلك اي حمض حسب مفهوم ارهينيوس او حسب مفهوم برونستدلوري اذا انا بدي اجي افسره على انه ايش حمض حسب مفهوم لويس شو باجي بقول باجي بقول لانه يحتوي على افلاك فارغة واي ايون موجب في H بقول عن الهيدروجين نفسها هي التي تحتوي على فلاك فارغة فهي القادرة على استقبال زوج الرابط من الالكترونات وهذا اللي لازم نركز عليه يعني نسبيا نفس المادة فصرت حسب مفهوم ارهينيوس انها ايش تتأين في الماء تنتج ايون هيدروجين عند اذابتها في الماء تمام وحسب مفهوم برونستدلوري بدي اجي اقول انها مانحة للبروتون ولكن حسب مفهوم لويس ما بقول عنها مانحة بقول عنها مستقبل لزوج غير رابط من الالكترونات ليش؟ لانها تحتوي على افلاك فارغة بقول عنها مستقبل لزوج الرابط هسا الان اذا كان حمض يبدأ باتش سواء كان جزئات متعادلة تبدأ باتش او تنتهي بسيواتش او ايون موجب فياتواتش اللي هو قلنا عنه حمض حسب مفهوم ارهينيوس او حمض حسب مفهوم برونستدلوري الهيدروجين اللي فيه هي التي تمتلك فلك فارغ وهي القادرة على استقبال زوج غير رابط من الالكترونات وصلت هيك لويس فسر السلوك الحمضي للمواد فهيك استاذي انا بدي اميز الاساس العلمي اللي اعتمدوا عليه العلماء في تفسير السلوك الحمضي او القاعدة للمادة نفسها سواء كان هينيوس ورونستدلوري لويس طيب حسا الان استاذي هذا الايش فيمنا ياريت اذا ما فيمتها استاذي ترجع تعيد نفس الفكرة اذا انت عندك مشكلة في جزئية هناة استاذي عيد الجزئية هاي عيد الجزئية هاي في التفسير سواء كان هينيوس ورونستدلوري او لويس عيدها بالشرح التفصيلي اتفقنا؟ من الموضوع جدا بسيط و جدا سهل اللهم بس انا باجه بقول لك بدك يتميز حسب مفهوم رينيس شو بده تكون حسب مفهوم رونيس شو بده تكون وحسب مفهوم لويس شو بدها تكون صلوا عن نبي اللهم صلى الله سيدنا محمد طب لو انا اجهت قلتلك فسر السلوك القاعدة مثلا لأي قاعدة بدك اياها انا اي وات عشان ايش ينطبق عليها التفسير لجميع التفسير التعريفات حسب مفهوم رينيوس بداية افسر السلوك من القاعدة او حسب مفهوم رونيس دلوري او حسب مفهوم لويس هسا اعتبرناها قاعدة حسب مفهوم رينيوس قلنا قاعدة قوية تتأيل كليا في الماء والموضوع جدا بسيط ايش تنتج ايون الهايدروكسيد او اتش ماينوس يا سلام يا سلام فلذلك انا اعتبرتها قاعدة حسب مفهوم رينيوس انه هاي المادة شو معلها تنتج ايون ال او اتش ماينوس عندما تتأين في الماء يا سلام يا سلام طب انا بدي اعتبرها قاعدة حسب مفهوم رونيس دلوري هل الانيواتش قادرة على استقبال بروتون من مادة اخرى مش تعريف القاعدة حسب مفهوم رونيس دلوري انها مادة قادرة على استقبال بروتون من مادة اخرى تقول لي اه ويقول لك الانيواتش ما بتقدر تستقبل بروتون مش هي اللي بتستقبل بروتون ال او اتش ماينوس هي اللي بتسلك سلوك القاعدة عند تفاعلها مع غيرها من المواد فالـو هاتش ماينوس وكل قاعد كل هيدروكسيدات المجموعاتين الاولى والثانية هم اللي فيهم هاتش وستاذي اللي يعتبرهم ارهين اسقاعدة لو جي تفسرهم حسب مفهوم رونيس دلوري مش laniهاواتش ولا الكيهاواتش ولا il支持 سيهاواتش ولا مل جو هي اللي بتسلك سلوك القاعدة حسب مفهوم رونيس دلوري او بالاحرى مش هي اللي بتستقبل بروتون حسب مفهوم رونيس دلوري táful مين؟ الOH- هي اللي بتستقبل بروتون عند تفاعلها مع اي حمض شما كان مثلا HCN, HPR, HI, H3O+, كله شغال بحيث هون تسلك سلوك القاعدة الOH- والH3O+, او اي ماد شما كانت اي حمض شما كان استاذي انا وفسرها بانها تفاعلها مع اي حمض شما كان بيعطيني له الH2O زائد الH2O او بدك اياها في ناس بيقول لك استاذ H2O زائد الH2O شو هذا مش فاهم شو قاعد بتخبص استاذ ولا فاهم ولا اي شي ولا كأنك انت قاعدت ب 12 حصة تشرح كل المفاهيم وتفصلها بالتفسير المهم ففي ناس خلاص بتلاقي بحضر الحصة من هون بكب المعلومات من هون خلاص الحصة اللي بعد يلا هلينا ننجز بدأ اختم بدأ اخلص قسم بالله انت وقسم بالله حلال فيك الشلويت شو انت جاي هون تلفق جاي هون تحضر بس هيك يلا بدي اخلص شو احنا باقي نلعب مع بعض شو بفكرة انت احنا جايين هون ندرس جايين نهتم جايين نجيب علامات تبيضوا الوجه وترفع الراس منها نجيب علامات كاملة ولا انا ما بمزح فكرة معصب طيب فهوان الوعات ماينس فعلها اي حمض مكان اي حسن الطقيع زي ما بدك كستان اي حمض اختاره مش مشكلة المهم لما اجي اقول ان الواتش ماينس هي القاعدة ليش انها قاعدة لانها قادرة على استقبال ابروتوني من مادات اخرى ليه الاتش سي ان اتش زفتان اللي بدك اياه عشان نصيرها على شكل اتش تو زائد سي ان ماينس فاتفقنا تماما على ان المادة التي تسلك سلوك القاعدة في قواعد الهايدروكسيدات المجموعة الاولى والثانى الواتش ماينوس ولكن القواعد بروانستدلوري واضحات لفيها الاتشاويون سالب قادرة على استقبال البروتون ولكن تميز انه الواتش ماينس التي تسلك السلوك القواعد او اي مادة بده افسر السلوك القاعدة لها حسب مفهوم بروانستدلوري شو روى اقول لأنها قادرة على استقبال بروتون من مادة أخرى تمام؟ أما حسب مفهوم لويس نفس المعادلة اللي بدك تكتب يعني لويس في المعادلة ما بيفرق عن إيش عن مزفتة برونست دولوري بحيث لما أجيقول OH- لما تتفاعلها لما تتفاعل مع الحمض بدأت تتفاعل مع آيون الهيدروجين اله بلص فياته اللي هو اللي فياته فلك فارغ في الأحماض اللي فيها جزئات متعادلة تبدأ باتش أوتنتيسي OH أو أيون موجب فياته اليوم أحماض برونست دولوري بادي بقول إنه يحتوي على فلكن فارغ من الإلكترونات بين الOH- التي تمتلك زوجا غير رابطة فقادرة على منحها فلذلك بادي بادي أقول أن هون الOH- طبعا هاي المعادلة كتفسير علمي تمام؟ بس ما في داعي تكتبها لأن السؤال ضادرة واحد اثنين ما بطلو منك تكتب المعادلة ثلاثة أنت بس بدك تكتبها من الأساس العلمي إنه قاعدة حسب مفهوم لويس شو ما لها؟ قادرة على مانح زوج غير رابط من الإلكترونات بس يعني أستاذي ببساطة لما أجي أحكيه أنا بدي أفسر السلوك الحمضي للمواد حسب مفهوم أرهينيوس الحمضي تتأيين في الماء تنتج أتش بلاس حسب مفهوم رونيس للوري مانح على البروتون حسب مفهوم لويس قادرة على استقبال زوج غير رابط من الإلكترونات تحت أفلاك فارغة ما كتبتها شون؟ انت اكتبها أما بالنسبة للقاعدة يبدأ أفسر السلوك القاعدة إن شاء الله للقلم هذا أنت قاعدة أنت قاعدة أنت إيش؟ أنت قاعدة حسب مفهوم أرهينيوس ما دائما قاعدة تتأيين في الماء وتنتج غصف عنك أما حسب مفهوم رونيس للوري بدك تستقبل بروتون ماشي طيب حسب مفهوم لويس بدك تمنح زوج غير رابط من الإلكترونات ماشي ولا ماشي أقسم بالله طيب فبالتالي انت هيك بتفسر حسب التعريف اللهم تركز على أساس شو ما كانت المادة بدك تعتبرها الحمض ولا بدك تعتبرها القاعدة صليت عن نبي اللهم صلي وسلم وباركها سيدنا محمد تعال على أسئلة الكوكتيل تعال فرجكيها سؤال الكوكتيل بيجي بيقول لك كالتالي المادة التي تسلك سلوكا حمضيا وفق جميع مفاهيم الحمو القواعد فما يجي يقول لك وفق جميع المفاهيم بتعرشوا معناتها معناتها يعني مفق مفهوم أرهينيس ليش أستاذي لأنه اعتبرنا خلص أي شيء منطبق على أرهينيس إجباري منطبق على أبرونيس وإجباري منطبق على لويس فبالتالي اللي بسلك سلوك الحمض وفق جميع مفاهيم الحمو القواعد اللي هو حمض أرهينيس اللي هو جزئيات متعادلة تبدأ بياتش أو تنتهي بي سيواتش اللي هو تحديدا السؤال الثامن المادة التي تسلك السلوكا قاعديا وفق جميع مفاهيم الحمو القواعد قاعدة وفق جميع المفاهيم يعني قاعدة حسب مفهوم أرهينيس قاعدة أرهينيس لو ما يدرك سيدات المجموعة الأولى والثانية لو جيت تركز هون هذا حمض لويس هذا حمض برونيس دلوري هذا قاعدة لويس هكي بدك تميز أوه هذا حسب مفهوم أرهينيس حمض هذا حسب مفهوم برونيس دلوري قاعدة وحسب مفهوم لويس أيضا وهذا قاعدة حسب مفهوم لويس فقط فبدك تميز أنت حسب مفاهيم مين هاي المادة تسلك سلوك الحمض ولا تسلك سلوك القاعدة صلت عن نبي هاي المهارة اللي أنت لازم تمتلكها السؤال التاسع طلع لي هون بقول لك السؤال المادة التي تسلك سلوكا قاعديا وفق مفهومي برونست دلوري ولويس لما يجي قول لك برونست دلوري ولويس مع بعض الله أكبر الله أكبر رزيزة لله معنى هذا الحكي يعني وفق مفهوم برونست دلوري يعني انت بتيجي على الأقدم يعني قل لك مثلا وفق مفهوم أرهينس وبرونست دلوري بتقوله وفق مفهوم أيش أرهينس يعني واتبار بدك الحمض أو القاعدة حسب مفهوم أرهينس قل لك وفق جميع المفاهيم يعني أرهينس قلك وفق مفهومي يعني بدور على الأقديم بينهم إلي هم وفق مفهوم فواللوري لو جيت تطلع هون the cn يعتبر حمض للجميع حسب مفهوم رهينوس إذن حمض للجميع الآن أني قiąت قاعدة حسب مفهوم الرهينوس إذن قاعدة للجميع cn layout هي قاعدة حسب مفهوم пер entsteاللوري وقاعدة حسب مفهوم لويس في الجواب Nf3 هذه قاعدة حسب مفهوم لويس فقط تمام فبالتالي ما بتزبط إنها تكون قاعدة حسب مفهوم برونستدلوري السؤال العاشر بيحكي لك السؤال المادة التي تسلكه سلوكا حمضيا وفق مفهومي برونستدلوري ولوث فقط لما يجي يقول لك حمض وفق مفهوم برونستدلوري ولوث يعني وفق مفهوم برونستدلوري يعني هذا اللي إحنا لازم نشتغل عليه بس طب متى أخذ لوث لحاله لما يقول لك وفق مفهوم لوث فقط وأخذناها الحصة الماضية فالموضوع جدا بسيط فبالتالي هون تيجي تتطلع أج سي أن جزيئات متعادلة تبدأ بأج أو تنتي سي آج هذا حمض وفق مفهوم أرهينيوس وفق مفهوم برونستدلوري وفق مفهوم لوث فإذا ما بكون مفهوم أي برونستدلوري ولوث فقط قطاء أج سي آج حمض وفق مفهوم أرهينيوس وبرونستدلوري ولوث أي شيء يعني هون بدك تطرد أرهينيوس من الساحة تمام لأنه انطبق على أرهينيوس بنطبق على برونستدلوري ولوث ويسلك سلوك الحمض وفقه مفهوم لويس طب هل الاناتفور بلس يعتبر ايون احادي موجب حسب مفهوم لويس عشان يعتبره قاعدة الجواب لا ولكن الاتش بلس فيه هي تعتبر ايون احادي زي ما حكيناها قبل شوي هي التي تحتوي او تمتلك افلاك فارغة فتعتبر حمض حسب مفهوم لويس تمام بينما الاناتفري هي قاعدة وفقه مفهوم بروني استدلوري وقاعدة حسب مفهوم لويس والان جينا مع التجربة العملية للحموض والقواعد وتجربة التحليل والاستنتاج ما بين والمقارنة ما بين الحمض القوي والحمض الضعيف معاي حمض قوي وحمض ضعيف تقريبا المحلولين بحدود الميت ميلي انا بميزهم من خلال الريحة الحمض الاول اللي هو حمض الايثانويك هذا الحمض اسمه حمض الخليك ريحته خل بتسطل خل خل التفاح الخل العادي اخوان الخل هو حمض ضعيف والهيدوكلوريك هو حمض قوي من نقارن من خلال ثلاث شغلات اللي هي تفاعل الاحماض او حسب قوتها مع الفلزات شغل الثاني اللي هي تصاعد غاز الهيدروجين نفس الفكرة شغل الثاني مقياس الرقم الهيدروجيني بيات وقدرتها على التوصيل للتيار الكهربائي فس الان التجربة تبعت قدرة محاليل توصيل تيار الكهربائي سواء كان الحمض قوي او ضعيف انا مختار هون حمض نعمل استموليشن لانا دورت على الاسلاك والبطالي والمصباح ما لقيتهم مش يعني خلص قلت شونسا ونعملها محاكم بحيث لو كان عندي حمض وهذا الحمض قوي حسا الحمض القوي التأيون فيه تأيون كلي فلذلك بيكون تركيز الايونات الموجودة فيه داخل المحلول كثير كبيرة او اقول الحمض قوي تركيزه في المحلول راح يكون صفر بعد التأيون وتركيز الايونات بعد التأيون شو معلها كثير كبيرة فلذلك لما اجي او وصله بالتيار الكهربائي راح يكون موصل بدرج كثير كبيرة بحيث طلعوا هون هذا التركيز لو وتغير تبعه كل ما زاد التركيز تبع المحلول كل ما زاد تركيز الأيونات الموجودة في المحلول كل ما زادت إضاءة المصباح بينما إذا كان تركيزه أقل بتكون إضاءة المصباح أقل هذا بالنسبة للحمض القوي لو شفنا الحمض الضعيف أستاذي ولكن كفكرة عامة درجة إيصاله للتيار الكهربائي أقل لأنه نسبة أو تركيز الأيونات الموجودة في داخل المحلول أقل فالحمض الضعيف إيش بيكون إيصاله للتيار الكهربائي موصل ولكن درجة قليلة ولكن لو كان حمض قوي كل ما كان أقوى كل ما كان أكثر قدرة على إيصال التيار الكهربائي هذا واحد لو أجيت على مقياس الرقم الهيدروجيني أستاذي للحمض القوي تمام مثلا خلي تركيزه واحد بالعشرة مثلا مثلا تمام شكل عام لو أجيت أقيس مقياس الرقم الهيدروجيني معطيني المقياس هون تطلعوا هون على الرقم بعرش يمبين عنكم ولا لا معطينيات يساوي تقريبا واحد هذا مقياس البي أتش ورح نأخذه إن شاء الله في الدرس الثاني بالتفصيل الممل ولكن لو كان حمض ضعيف معطيني مقياس البي أتش تبعه أربعة فكل ما كان الحمض أقوى كل ما كانت بي أتش أقل كل ما كان الحمض أضعف كل ما كانت البي أتش أعلى يعني قوة الحمض مع بي أتش علاقة عكسية فالحمض الأقوى بيكون تركيز الأيونات الناتجة من تأيونه أكثر وبالتالي بيكون مقياس البي أتش أقل تمام؟ طيب عرفنا نجاوب هاي الجزئية بس الجزئية النهائية اللي هي التجربة العملية اللي إحنا لازم نسويها مع بعض بس الآن أنا عندي حمض قوي حمض ضعيف هذا الحمض القوي اللي هو الهيدركلوريك وهذا حمض الضعيف اللي هو حمض الإيثانويك وبدي أفاعلهم مع فلز مثلا مثل الألمنيوم الكل بيحكي عنه قصدير بس هذا فعليا مش قصدير هذا اسمه ألمنيوم تمام؟ شو سويت رقائق الألمنيوم هاي بان راحت أخدتها من الدار سرقتها تمام؟ تحكوش لما ليها وقصقصتها وشو سويتها؟ أعملتها زي شكل كرات في هذا الشكل تمام؟ شو بنا نسوي؟ بنا نحط شوية مع الحمض القوي وشوية على الحمض الضعيف لأنه إلي إبتان وفيش عندي مساعدين ولكن إجمالا بدأ أحط هون شوي وبدأ أحط هون شوي هسا بتشوفوا شو قاعد بعمل هسا عندي هون هذا المحلول الحمض قوي وهذا المحلول الحمض ضعيف طلعوا على الحمض القوي إيش ماله؟ التفاعل فيه أسرع شايفين؟ شايفين؟ هاي أما الحمض الضعيف تفاعل جدا بطيء هسا الحمض القوي طلعوا هسا هذا الحمض قوي وهذا الحمض ضعيف طلعوا قديش الغاز؟ هذا غاز الهيدروجيني لطالع خايف أبقى عيبقى على وجهي بسم الله الرحمن الرحيم سمعتوا صوت النار؟ سمعتوا؟ سمعتوا صوت النار كيف تجربة كثير حلوة أنا لو طفيت الضوء، تمام؟ بتشوفوا إيش؟ بتشوفوا الموضوع إيش؟ بشكل أقوى يعني لو حطينا كمان اووووووahh أنا مظلم هاي بدي أحط كمان قطع، بس انتم شايفينني أنا شايفينني أسود صح؟ طفيت الضوء عشان انتوا فعليا تشوفوا التفاعل او تشوفوا النار اللي تطلع على نتيجة تصاعد غاز الهايدروجين طبعا هاي التدربة بنسويها لكل طلابنا اللي نوجودين في المدارس او في المراكز كيفوا عليها يلا تفاعل اتفاعل بسم الله الرحمن الرحيم شوف النار شوفه شايفيني النار هيا أرشن بيني ولا لا لأنه انا مش شايفة اذا انتوا شايفين هاي النار جوه وين جوه هذا الايش رفتوها جوث لو طفيت هاي الشاشة مريد اياكم تشوفوا النار بطريقة اوضح لانه الشاشة وجوث كانت عاكسة عاكسة اذا اضفوا عليك هاي طفت انتم مش شايفين ولا اشي هسه تفجيكم النار اللي بطلع تطلع نتيجة تصاعد غاز الهيدروجيني عشان تقول لأستاذ يوسف القاق والله بسوي لنا تجاوب حلوة إيها نار بتولأ طبعا صارت سخنة كثير مش قادر أمسكها زي العالم والناس ولكن هيا طبط القداحة تولأ يا أخوان لما رياض قداحتك مش شغالة هيشوفوا النار افتوها باعش ان شاء الله تكون مبينة على الكاميرا لأن الكاميرا تكون عامل ولكن هذا هو التفاعل ما بين حمض الهيدروكلوريك ما بيء مع ايش مع غاز مع فلز نشط هون صار في تفاعل ولكن شو ما له تفاعل جدا بطيء طلعوا سمعين الصوت هاي صوت الفقعات صوت غاز الهيدروجين بس لأنه في الأكسجين جوه قليل مش راضي يتولع القداحة بسم الله شوفتو كيف هذا غاز الهيدروجين المحبوس طبعا كميته كثير اقل لأنه ايش لأنه الحمض هذا شماله أضعف يا سلام يا سلام شوفتو كيف يا رب تكوني واضحة انا اول مرة بسوي تجربة لحم الضعيف وبصوت فيها بصراحة لأنه ايش كمية غاز الهيدروجين بتطلع شوي شوي فايش ما بتولع وبتب وتخلص لأ شوي شوي بتطلع براحتها فهون هذا التفاعل بس الناس شو بتفكر بفكر إنه هذا الحمض ضعيف فايش كمية الغاز الهيدروجين أكثر لأه كمية غاز الهيدروجين أقل بس هناك لأنها بتطلع مرة واحدة هون بتطلع بدرجة أقل هبات النار والبارود يغنى يا شباب هبات النار نديري لجيرك هدولا شباب ربيو على الحصيرة عشان نعرف كل شغلة احنا فعليا بنقدر نسويها بنقدر نعملها فيش شي شي صعب علينا هذا التفاعل بشكل بسيط جدا لساته بتفاعل حج حج حمض الإيذانويك ريحتك ذي ريحت كيس الشبس أبو الشلن أوبا اذقع على أسفكا في القداحة كم مرياض خرباني ليش هون بتولعش أنا كمية الأكسجين قليلة تطفي هوا ستضربني بمرياض لأنه أخذ قداحة وخربت لهياها المهم يا أخوان هذا اللي لازم نعرفه طبعا احنا أخذنا في التجربة الاستهلالية التمييز ما بين حمض القوي والضعيف من خلال التأيين وكل هذا أخذنا من قبل فلذلك هذا اللي لازم نعرفه كإجابات للأسئلة الموجودة هون تمام؟ هذا يعني ما بسألوني عنه في الامتحان لكن لازم نعرف أن المحلول الأكثر قدر على إيصال التيار الكهربائي هو الحمض الأقوى الحمض اللي بدي يكون من ناحية الرقم الهيدروجيني الحمض الأقوى بيكون الرقم الهيدروجين فيه أقل من ناحية تصاعد غاز الهيدروجين تصاعد غاز الهيدروجين في حمض الهيدروكلوريك اللي هو الحمض القوي أكثر من حمض اللي هو الله نصف محمد حمض الإيثانويك تمام؟ الحمض الأقوى حمض الهيدروجيني الأضعف الإيثانويك العلاقة بين قوة الحمض وكل من نقم الهيدروجين توصيل الكهربائي وصورة تصاعد الغاز كل ما كان الحمض أقوى كل ما كان البيئة أقل تمام؟ أو العكس صحيح التوصيل الكهربائي وتصاعد الغاز علاقتهم طردية مع قوة الحمض وهيكا بكون خلصنا حستنا لليوم أشرب المحلول اللي هون عبارة عن اسمه كلوريد الالمينيوم يعني ما بيسلم تعرف شو بصير فيه بس مصرطا زمان كنا استخدام طناجر الالمينيوم تعرفون هسنبطلنا نستخدمها تعرفوا ليش بطلنا نستخدمها لانو معدتنا فيها حمض الهيدروكلوريك والالمينيوم بتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك فتخيل لو انت سلخت حبة الالمينيوم شو بصير فيك شو مادتك بصير زي هيك يا سلام لو صلخنا الالمينيوم انسى بصير الولاء تماما بصير تطلع غاز الهيدروجين هيك بصير تنين بس هيك اولى تولى النار بايخا هيك خلصنا درس مفهوم مفهوم الحمض وقواعد ان شاء الله الحصة القادمة رح ناخذ مراجعة الدرس لمفاهيم الحمض والقواعد من اللوبيتال تحية سلام الله عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة